وحدةٌ إقليمية نحو عدالةٍ حقيقية هي عقيدةٌ راسخة ورؤيةٌ ثاقبة وهدفٌ تسعى مصر دائماً لبلوغه فهي قلب العروبة النابض وذرع إفريقيا الواقي وإن النيابة العامة المصرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من كيان الدولة المصرية العريقة تنشُد ذات الهدف على الدوام خاصةً خلال رئاستها جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة لإيمانها بضرورة التكامل والتسانُد بين الأشقاء والاحتياج كلٍّ منا إلى الآخر في تحقيق النجاح والريادة بما يخدم مصالح الكافة فهي تضع نصب عينيها دائماً مصلحة أمتها العربية والإفريقية ولهذا بادرت بإطلاق الدعوة لهذا المؤتمر تعزيزًا لخطوات التعاون البناء بين الأشقاء وتبديدًا لأي عقباتٍ تعرقل إرساء العدالة الإقليمية الناجزة كلمة معالي السيد المستشار حماد الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيس جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد المستشار رئيس مجلس النواب معالي السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ معالي وزير العدل أصحاب المعالي السادة الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات ومؤسسات الدولة المصرية أصحاب المعالي السادة النواب العموم العرب والأفارقة السيدات والسادة الحضور الكرام أتوجه لسيادتكم بخالص التحية والتقدير واسمحوا لي قبل بدء كلمتي أن أعرب عن خالص شكري واعتزازي وتقديري لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية ودعم سيادته لهذا المؤتمر الهام واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة وحرص سيادته الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في القارة الأفريقية والعالم العربي ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم ولطالما عهدنا من الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للنيابة العامة المصرية وسائل الجهات والهيئات القضائية مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري وأيضاً أشكر قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها وسفراء الدول الشقيقة وشركائنا في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاز القانون على تشريفهم اليوم ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر وظهوره بهذه الصورة المشرفة أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة منارة التقدم وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد ويشهد به الكافة من الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية وأود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيأت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار جائحة كورونا وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد ولذا فإنا نشهد اليوم جمعا فريدا وحدثا عظيما نفتخر فيه بهذه الصورة المهيبة لاجتماع الأشقاء من مختلف البلاد لتمثيل مجتمعاتنا على أفضل صورة وتتحد جهودنا ومساعينا نحو هدف واحد في تمثيل قضائي مشترك لتحقيق رسالة سامية هي ترسيخ العدالة الناجزة ببلادنا وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا لينتشر نور السلام ويترسخ الأمن القومي الاجتماعي في إقليمنا الإفريقي والعربي ولقد أنشأت جمعية النواب العموم العرب والأفارقة لهذا الغرض من الأساس من أجل ترسيخ روح الوحدة والتعاون البناء والتكامل المسمر بيننا في شتى مجالات عمل النيابات العامة وهيئات الإدعاء العام في بلادنا والتمهيد لتكامل قضاء إقليمي تحقيقا لتلك الأهداف المشتركة والتصدي لقوى الشر التي تسعى لإحياء مخططاتها كلما أرادت قوى الخير إبطالها فالجمعيتان وجهان لعملة واحدة كلتا هما تقصد غاية سامية لمجتمعات مطمعنة آمنة فمهما تباعدت البلاد بغرافيا أو اختلفت اللغات والتشريعات القانونية تبقى أهدافنا مشتركة نسعى لتحقيقها بقدراتنا وإمكانياتنا وخبراتنا المتراكمة بما يخدم مصلحة مجتمعاتنا لمستقبل أفضل لنا جميعاً الأشقاء الكرام إن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الإدعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا وهي في ذلك تمثيل الدول ذاتها وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواصيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها وهو ما يُعلي من شأنها ويُحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا إن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الصقيلة نستطيع معا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيق الإقليمي الفريد بين الجمعيتين للمضي بخطوات سابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعاً في مجتمعاتنا رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر معاً في وحدة وشراكة إقليمية نحو عدالة حقيقية الحضور الكريم إن هذا الرباط الإقليمي الذي نتطلع إليه كان حلماً في الماضي ونعيشه اليوم حقيقةً على أرض الواقع حلم يتحقق بمي لدينا من قدرات نستطيع بها معاً أن نواجه كافة تحدياتنا وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراق أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيداً من العمل المشترك البناء خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعاً فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية ويتصابق كل منا لدعم الآخر خاصةً في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية كجرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة ولهذا أطلقت النيابة العامة المصرية الدعوة لهذا المؤتمر تجهيناً لعهد جديد في مصار التضامن العرب الإفريقي وتعزيزاً للعمل المشترك بيننا إماناً منا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات وإعمالاً لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض فكانت تلك الدعوة لمؤتمرٍ يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الدرائم عبر الوطنية وإن هذه الشراكة الحقيقية تتطلب إيجاد ممارساتٍ جادة على أرض الواقع تتجسد فيها تلك المعاني السامية تعزيزاً لقوتنا القانونية في مواجهة الجماعات المنظمة القائمة على تلك الجرائم وما تتلقاه من دعم وتمويل من خلال تفعيل سبل الاتصال المباشر السريع فيما بيننا وتطوير ألياتنا وصرواتنا البشرية برفع قدرات الأعضاء لمواكبة تطورات العصر والاطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل مؤسساتهم وإحاطتهم بكيفية إعمال نصوص المواصيق والقوانين الدولية في هذا التصدي المنشود واطلاعهم على التطور السريع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وهو ما يتطلب تفعيل أليات التعاون الدولي وتحديثها واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات والارتقاء بها وفي ظل ذلك واجب علينا أن نعتني عنايةً خاصة بعقد الدورات التدريبية فيما بيننا وتبادل الخبرات وأليات التحقيق في الجرائم التي تتطلب منا مواجهةً جماعية خصوصاً إذا كانت ظروف الواقع المختلفة في بلادنا قد ساهمت في تراكم الخبرات لدى بعضنا في مكافحة جرائم بعينها فلا يستقيم الحال إلا باستفادة الأشقاء الآخرين من هذه الخبرات فما لا يحيط البعض به موجود عند غيره فالمواجهة الجماعية للتحديات أكثر تأثيراً وفاعلية من العمل المنفرد وهكذا يكون تبادل الخبرات والعطاء والتطلع إلى مستقبل متقدم للكافة ننهض فيه سوياً بمستوى مؤسساتنا ولهذا كانت الدعوة لهذا المؤتمر دعوة مدروسة لكي يصبح الأمل حقيقة بالعمل وتطبيقاً لذلك أؤكد استعداد أشقائكم بالنيابة العامة المصرية لتقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك بيننا فلطالما كان تبادل الخبرات وعقد الدورات المتخصصة وتعزيز القوة القانونية محل اهتمام كبير من النيابة العامة المصرية وهو ما يتضح جلياً بما تحقق من إنجازات لدينا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب إنجازات على أعلى مستوى في هذا المجال من تقديم دورات تدريبية متخصصة في كافة العلوم اللازمة لأعمالنا وتوفير اللوجستيات لضمان نجاح تلك الدورات واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب وتوفير مناخ راقي للمتدربين كما تقدر الإشارة لما حققته النيابة العامة المصرية من نجاحات واقعية في مجالات متعددة بصفتها نموذج من الواقع الإفريقي والعربي فكان لها دور ريادي في مواجهة مختلف صور الإرهاب نيابة عن الإقليم العربي والإفريقي بل والعالم أجمع مواجهة جادة شاركت فيها النيابة العامة المصرية سائر مؤسسات الدولة لسنوات متعاقبة بعزيمة وإصرار فقد أعلن فخامت السيد رئيس جمهورية مصر العربية منذ أيام إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد عموم الأمن والاستقرار بربوع الوطن هذا فضلاً عن نجاحات أخرى حققتها النيابة العامة المصرية في مجال مكافعة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال وتهريب الآثار واستردادها فضلاً عن ممارسات ناجحة في التحقيقات المالية الموازية بجرائم الفساد وتؤكد نيابة العامة المصرية أنها على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة والعرب في كل هذه المجالات وكذلك تقديم الدعم في مجال استخدام تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمل القضائي لمواكبة متطلبات العصر الحديث الذي نعيشه فقد نجحت بمبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري في إطلاق استراتيجية علمية في مجال التحول الرقمي نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة السيدات والسادة الكرام إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص نيابة العامة المصرية على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب ريادة مشتركة على صعيد إقليمي في إخوة عربية وإفريقية بدأتها النيابة العامة المصرية بهذه الومضة أن تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات للدعاء العام في كل أعمالها ومثالاً يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع ولا خيار أمامنا في ذلك سوى التكاتف والتكامل سوياً نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب وغسل الأموال والاتجار في المخدرات وغيرها من صور الجرائم المختلفة لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيى سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة وبهذه المناسبة فإن النيابة العامة المصرية تقدم أسماء آيات الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السادة النواب العموم الأفارقة والعرب على دعم عقاد هذا المؤتمر وموافقتهم على توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعيتين هي حجر الأساس في هذه الشراكة العربية الإفريقية المنشودة السيدات والسادة نقف اليوم جميعاً لنحصد صمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتسانب ونخطو بسبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموحة وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد بعزيمة راسقة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها وفي الختام نؤكد انفتاح الجمعيتين على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجهزة النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة إنفاز القانون والمنظمات المعنية لتحقيق المصالح المتبادلة تدعيماً لاستقرار وازدهار عالمنا العربي والإفريقي في وحدة إقليمية نحو عدالة حقيقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكراً لحضراتكم جميعاً